ما بين كلمة صح وكلمة غلط مسافة بتخلي الصح درجات والغلط برضو درجات عشان كده حتى في الدين في حاجة اسمها زنب أو سيئة حاجة اسمها خطيئة أو كبيرة من الكبائر واللي ممكن يبقى غلط عند الناس ممكن يبقى مصيبة كبيرة عند الناس تانية لأنه الصح والغلط نسبي بتختلف حسب الثقافة أو العادات أو العرف والبيئة اللي تربينا فيها إيه انت بقى يا سلوى؟ حسب عرف القرية أو المحافظة اللي انت منها أو في بلدنا أو اللي تربينا عليه كلنا أصعب حاجة ممكن تتعامل بالنسبة لنا انت عملتها لو كان قصدك انت تفتفضي ان هو مجرد فتفضة عادية مع حد غريب فيش حاجة اسمها كده عارفة ليه؟ فيش حاجة اسمها ان انا فتفض مع حد غريب بدلا ما فتفض مع اهلي واو جاعد مغهم بمشاكل دول أهلك جاريتك فتفضتي معاهم يا شيخة يعني لما تضيق بك الدنيا أو تحس ان انت محتارة أو تحس انك موجوعة لازم هيكونوا أول ناس تعرف مشاكلك أو يحاولوا يدخلوا ويحلوا قررت يتكلمين مع حد غريب عشان تبعديهم عن مشاكلك حصل إيه؟ وقعت في مشكلة كبيرة قوي وحشة قوي اشتركوا في القناة